شمل التمديد في الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام ونقابة الطباء القطاع الخاص إلى أواخر شهر جواء القادم اتفاق الطرفين على توسيع قائمة الأعمال الطبية التي يتكفل بها الصندوق على غرار العمليات الجراحية وفصل أطعاب الفريق الطبي والمصحة في بعض العمليات كجراحة القلب والشري تضافل وتكفل ببعض الأمراض الجراحية كما أورام الثدي كما سرطان البروستاتا كما سرطان الرئة كما سرطان المستقيم هذه عملية جراحية وقع إضافتها للمريض بشي يستفيد بها وإن شاء الله تدخل في حيز التنفيذ من اللي قمنا بالإمضاء يعني من يوم غد إن شاء الله بقدرة ربي وقع أهم حاجة هي التكفل بسقف العلاج في الحالات الاستعجلية خارج السقف التمديد في العلاقة التعاقدية شمل أيضا النقبة التونسية لأطباء الأسنن التي اتفقت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على الترفيع التدريجي في التعريفات ومراجعة نسبة استرجاع المصاريف مع دعم الطب الوقائي في طب الأسنن تم جزء منها مشتطبق تقريبا في واحد جوليا 2020 والبقية من هنا لآخر السنة تدخل حيز التنفيذ اللي هما أولا تم اتفاق مبدئي على مراجعة نسبة استرجاع المصاريف اللي يتحصر عليها المضمون الاجتماعي في قطاع طب الأسنان الأشخاص اللي عندهم أمراض ثقيلة ومزمنة هذوما اليوم عندهم قائمة صغيرة برشا متاع أعمال في طب الأسنان يتم التكفل بها بنسبة 100% القائمة هذية مش يتم توسعتها وأدخال عديد الأعمال الطبية الأخرى توا بالاتفاقية هذية لأطفال اللي هما من 4 إلى 16 سنة معالجة أسنانهم معالجة الحالات اللي تجي في الفم والمعلاقة بالأسنان ولا تخرج السقفة متاع العلاج التوقيع بصفة استثنائية على الاتفاقيات القطاعية بين الكنام ومزدي الخدمات الصحية يأتي وفق وزارة الشؤون الاجتماعية بغاية سد الفراغ القانوني مع مواصلة التفاوض وسياغة اتفاقية قطاعية جديدة احنا الاتفاقية ذية وقعت مديدها إلى يوم 30 جوان على أساس أنه بش تتم المراجعة بتاع الاتفاقية القطاعية بأكمالها وإذا كان وصلنا ل30 جوان احنا ما قلوش 30 جوان قول 31 مارس ومخذناش النسخة صفر بش نجمو نناقشوها ونرجعوها راهو بش تكون نهاية المنظومة الصحية في تونس وضبطه للأطراف الكل زمن سقف زمني أنه قبل موفى مارس تكون المشروع الأولي للاتفاقية الجديدة التي ستعوذ القديمة يكون جهز وإن شاء الله أقصى تقدير في 30 جوان تكون عندنا الاتفاقية موقعة من جميع الأطراف تدخل حيث التنفيذ يوم واحد سبعة الفين وعشرين وبالنسبة إلى الترفيع في سقف المضمونين الاجتماعيين المحدد بمئتي دينار أكدت سلطة الإشراف العمل على مراجعة هذا السقف الذي سيكون بصفة تدريجية لمراعاة الموازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض